منتخب المغرب منتخب كبير كل الاحترام ليه منتخب قوي منتخب مميز لكن من رؤيتي الشخصية ليه أشرف حكيمي و سوفيان بوفال دول أقوى اتنين لعيبة متواجدين طبعا يعني بالإضافة إلى الرأس الحربة يوسف النصيري دول لو اتدى المنتخب أو ميستر كروش يشتغل عليهم ويشتغل عليهم بقوة الأمور هتبقى مختلفة جدا لمنتخبنا نحن عندنا القوة الدفاعية ما شاء الله في حجازي وعبد المنعم ونتكلم كمان في عمر كمان عبد الواحد ومعاهم فتوح لو موجودة وأي من أشرف الأمور ما شاء الله عندنا يعني صخر الدفاع موجودة في المطش اللي فات وزي ما انتوا شايفين قوة المنتخب الإفواري اللي أنا شايفه من أقوى المنتخبات وقت ألها في هذه البطولة يعني الأمور بالنسبة لنا الحمد لله يعني كسرنا أي هجمات موجودة وإن كان وصلوا في وقت من الوقات لكن عندنا برضو حراس مرمى على أعلى مستوى سواء كان الشناوي أو بعد كده الجباسكي أبو جبل أمور بالنسبة لنا إن شاء الله متكاملين لكن انت بتشتغل على قدراتك انت ولعبتك انت الأول وبعد كده بتشوف على نقاط القوة والضعف اللي عند المنتخب اللي قدامك ده تشكيل متوقع للمنتخب المغربي ياسين بونو طبعا من أفضل حراس الموجودين في هذه البطولة طبعا ونجم أشبلاء وآدم مسينة وسايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي وسفيان مرابط وسليم ملاح وسفيان بوفال وعمران لوزا وزكريا بوخلال ويوسف نصيري دول التشكيلة الخاصة بالمنتخب المغربي المتوقع لمنوقات منتخبنا غدا أين كان بقى زي ما بقول اشتغل على نفسك زي ما انت اشتغلت اهتم ركز روح كانت أحسن من رائعة في ماتش الكودفور ودي الأهم عندك روح وإمكانيات إلى حد ما متوسطة لأ هتكسر أي حد لكن إمكانيات متوسطة ما فيش روح يبقى ما فيش أي حاجة إمكانيات كبيرة وما فيش روح مش هتعمل أي حاجة كرة هي روح وقوة وإصرار وتركيز وعطاء داخل الملعب لغاية آخر دي وده اللي حصل من منتخبنا في مباراته أمام كودفور بغض النظر على الأسماء بغض النظر على المهارات وتقلل المنتخب الإجواري لكن قدرنا إن احنا نمشي الماتش زي ما احنا عايزين ونمشي الماتش لغاية إحنا عايزين نوصل به لفين وطبعا إمكانيات ومهارات لعبتنا وفي حراسة المرمى قدرنا إن احنا نكسب اللقاء لكن بأمر الله بكرا الوضع مختلف وتجهيز مختلف فأتمنى إن شاء الله يبقى التجهيز على قد المباراة الكبيرة ويمكن طبعا المنتخب المغربي معروف بقوته معروف كمان التاريخ ما بين الفرقتين دايما بتبقى ماتشات خوية ماتشات دايما فيها ندية كبيرة جدا ما بين المنتخبين لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا بمنتخبنا ثقة كبيرة جدا كبيرة جدا بالعابتنا وبنجومنا وأولهم طبعا محمد صلاح وكل الموجودين مع منتخبنا إن شاء الله بكرا منتخبنا